بعد أن ثارت دوامة تقلبات سعر صرف دولار في السوق العراقية وتأثرت قيم الصرف الرسمية بارتفاعات فجائية جاء البنك المركزي ببيان يشمل تعليمات جديدة وتوضيح لآلية التعامل مع العملة الأجنبية في البلاد بيان المركزي أكد أن مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق هو البنك المركزي وبالسعر المقرر 1320 دينارا للدولار الواحد ولا حقيقة للسوق الموازي لافتا إلى أن السوق الصرف التي يتداول الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة محددة السعر والأغراض وهو تداول غير شرعي وللحد من السوق غير المشروعة ولمعالجة المضاربات يعمل البنك المركزي بحسب بيانه مع الحكومة على إجراءات جديدة وهي استخدام التجار والمستوردين القناة المقررة لذلك عبر المنصة الإلكترونية تحقيقا لأهداف النظام الإلكتروني في التعاملات المالية ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه وذلك يتطلب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استراداتهم أصليا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية وتحفيز فئات التجار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات سيماء الضربية منها وتحديد سقوفها مسبقا بحسب الفئات وإيداعها في حساب الهيئة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف فضلا عن إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية رسمية وغلق المنافذ غير الرسمية والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشان تنظيم إجراءة دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرمة قانونا كذلك شدد البنك المركزي على أن تولي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق اشتركوا في القناة